احنا النهاردة تكلمنا عن معنى في غاية الأهمية في ناس كدير ما بتلتفتش ويرحى الشغل ان هي بتتربى يعني بتصبح ربانيين يعني ايه العمل بيخليك يطلع أحسن ما فيك العمل بما انه عبادة وبما انه تعمير يبقى يطلع أحسن ما فيك وعشان كده احنا لازم و احنا بنعمل نكون قصدين دايما نترقى نترقى يعني ايه زي ما قلنا كده لازم كل واحد فينا يترقى في السير إلى الله سبحانه وتعالى نرفعه درجات ما نشاء يبقى ايزا كل واحد فينا لازم يترقى يترقى في عمله ايه لازم يتدرب لازم كل يوم يستفيد حاجة جديدة في عمله ولازم كمان يعبد الله سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى انه يفتح عليه ويعطيه من مدده وفي نفس الوقت لازم يبقى عنده ديوان بيجمع فيه خبراته عشان الخبرات دي تفتح عليه أفق كتير جدا جدا من الأمور اللي احنا بنعيشها وتبقى ده باب من أبواب الترقية ويبقى تسكية لأنفسنا وندخل فيها عالم الفلاح ونفسنا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وأعظم أبواب التسكية ان انت تزكي نفسك بالعمل وان العمل يكون هو تسكيتك احنا نبتدي معكم أسئلة فيه سؤال وصلنا طبعا فيه أسئلة كنا فيه أثناء الأيام اللي فاتت كنا بنحتفل بانتصار العاشر من رمضان وصلنا سؤال بيسألنا هو احنا ليه لقينا باقي زكي يوسف كان موجود في الجيش وهو لم يكن من المسلمين هل ده ممكن يكون فيه ان الجيش يكون فيه غير المسلمين وكأنه عايز يسألنا عن مسألة مهمة جدا هو مش غير المسلمين ما بيقوش في الجيش لان هما يدفعوا الجزية لا 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 انت رجعت الحاجة تانية خالص وهم دايما الناس دلو بيستدلوا بقولي تعالى لما يجوا يتكلموا عن مسألة الجزية يستدلوا بقولي تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون اه بس اخلي بالحضرتك ان الكلام دوت لازم انت اصلا تفهم يعني ايه قضية الجزية من اساسه هنا ليس معنى الصغار الزهل والامتهان ولكن المعنى الصغار هنا هو الامتسال للسرطة وهنا حابب نفهم كذا نقطة مهمة جدا جدا في مسألة الجزية الجزية يا سادة لو اردت التعبير الصحيح عن الجزية الجزية مسألة ادارية وليست مسألة دينية يعني مش واحد بيدفع فلوس في مقابلة ان هو يتسابع على دينه لكن واحد بيدفع فلوس في مقابلة ايه في مقابلة تكلفة خدمة ويخدمة الحماية وليس عقوبة على دين وانما هي للحماية وهذا ما فهمه وسيدنا خالد بن الوليد ايه ده وسيدنا خالد بن وليد ارد في السيرة بانهم قاتلوا مع النجاشي فازاي الكلام ده يكون هو ده صحيح وعشان كده سيدنا خالد بن وليد فهم لما ابرم ابرم المعاهدة مع بعض اهل المدن ومجاورة للحيرة فقال لهم قلم لهم ماذا في هذه المعاهدة فإن منعناكم فلانا الجزية يبقى الجزية في مقابلة الايه المنع مقابلة الحماية وإلا فلا وطالما اخوانا من المسعيين وغير المسلمين بيشاركونا هنا الامر في مسألة حماية الوطن اذا ما بقاش هناك في معنى لمعنى الجزية لان في الحقيقة هو مش بيدفع الجزية لانه على غير الدين لكن بيدفع الجزية لانه هو ما بيشاركش في الجيش لما كان الجيش بيمتثل بامور عبادية ممكن تضطروا انه هو يواجه اخوانه من نفس الدين ولكن دوت خلاص انتهى انتهى ليه لان احنا بقينا هنا كمان نقدر نقول بشكل واضح ان الجزية ذهب محلها ذهب محلها ليه مش بس لان الجزية ذهب محلها لان الخلافة اصلا ذهب محلها الان لان ليس هناك الخلافة وبقى العقد اللي ما بين الحاكم والمحكوم والعقد اللي بينظم الحياة الان ليس هو عقد البيع ولكن بقى العقد اللي بينظم الحياة بيننا كلنا عقد اسمه المواطنة وده عقد جديد وإحنا محتاجين أن احنا نتكلم عن علم جديد اسمه علم إدارة الدولة هو التطوير لعلم السياسة الشرعية ليه طيب؟ لأن خلاص الكلام عن دولة الخلافة انتهى بانتهاء الخلافة إحنا الآن لازم نتكلم عن علم يتكلم عن الدولة الحديثة الدولة الحديثة زادت الحدود وزاد السلطات المحدودة والذي تدار بالاختيار ولا تدار بالبيعة ونحن عندما يكون العلاقة بيننا وبين الحاكم فنحن نقوم بالاختيار معنى أن نحن نقوم بالاختيار يعني إيه؟ نحن جميعا مواطنون فالذي يحكمنا هو عقد المواطنة وليس عقد البيعة كما نعرف الآن وعشان كده قضية الإمامة محدش من علماء السنة مجعلوهاش قضية من قضايا أصول الدين وعشان كده مسألة البداية والعقد اللي بيحكمنا الآن هو عقد المواطنة وليس عقد البيعة وده معناه إيه؟ إني فكرة الكلام عن الجزية والكلام اللي بيقولوا الطيرات المتطرفة بإني إحنا لابد إن إحنا نعمل ده وإنا في الحقيقة هيخلينا أقول لكم شيء إعادة الكلام عن الجزية طول الوقت مبني على فكرة في غاية الخبس عارفين الفكرة دي فكرة إيه؟ فكرة الثقرية الدينية لازم في ثقر بيننا وبين أهل الأديان الأخرى بنفس تفكير اليمين المتطرف في كل الأديان في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام إن إحنا لازم الأديان يبقى بينهم ثقر وهذا كلام لا يرضاه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرضى أن الذين لم يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا أن نبرهم وأن نقصط إليهم هذا هو الكلام الصحيح وده معناه إن إحنا لابد أن نخرج من هذه الفكرة السوداء وهي فكرة الثقرية الدينية اللي بنجيب لها ساعات فكرة الجزية ونجيب لها ساعات فكرة القتال ونجيب لها كل الأفكار اللي بتحاول بقدر الإمكان أن يتمزق الأمة يا سادة إحنا مسألة الجزية سهب محلها لأن في الحقيقة نحن نعيش في عقد جديد من عقود العيش المشترك وهو عقد المواطنة الذي له أحكام ونحن سنفرد لعقد المواطنة وإزاي هو عقد شرعي حضرة النبي أسسه مع المسلمين في مكة ومع المسلمين في الحبشة ومع المسلمين في المدينة ثم كرر مع المسلمين كذلك في المدينة في العهد الثاني وكذلك مع المسلمين في اليمن لما أرسل سيدنا معاز خمس أنماط كانت بتكرس عقد المواطنة ونتكلم عنه بالتفصيل بعد كده إن شاء الله وتعالوا ناخد